أعلنت السلطات العراقية أن معلم طاق كسراء الأثري الذي يبلغ عمره 1400 عام والذي يعد أكبر قوس مشيد من الطابوق في العالم يخضع لأعمال ترميم في إطار الجهود المبذولة لإعادة بريقه السابق وبدأ بناء القوس عام 540 بعد الميلاد خلال حروب السلالة الفارسية الساسانية الطويلة مع الإمبراطورية البيزنطية ويقع النصب التذكاري الشهير على بعد حوالي 30 كيلو مترا جنوب العاصمة بغداد ويمول التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ألف المرحلة الحالية بموازنة تبلغ 700 ألف دولار بحسب هيئة الآثار والتراثة العراقية المنظمة ألف لم تدخل وسعا في ذلك وأرسلت خبراء إلينا منذ ستة أشهر تقريبا وكانت هناك دراسات للموقع ثم شرعت المرحلة الأولى الذي من هذه المرحلة تركز في تدعيم الموقع ونفذت أعمال ترميم في الموقع عام 2013 بعد سقوط جزء ضخم بسبب الرطوبة الناجمة عن الأمطار الغزيرة لكن الطوبة الجديد بدأ أيضا في التهالك بعد هطول الأمطار العام الماضي واحدة من الأمور التي شخصوها الآن بفريق العمل الفني أن هذه الصيانات السابقة كانت تقريبا بها أخطاء كثيرة والآن يتم التلافي الأخطاء بطريقة علمية ممتازة جدا في خبراء فنيين على أعلى مستوى وأعلن صندوق التراث العالمي عام 2004 أن القوس مهدد بالانهيار نتيجة تسرب المياه وجاء سقوط بلاطة بطول مترين في أواخر عام 2012 ليؤكد دقة هذه التحذيرات ترجمة نانسي قنقر